السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بمشاهديننا العزاء حلقة اليوم نتكلم على مرض حشري خطير بيصيب المزارع المكشوفة والصوب والمشاتل وهي حشرة التوتا أبسلوتا أو حافرة الطماطم ودي من الحشرات الخطيرة لكن أعراض منها تقارب الشبه لأعراض حشرة صناعات الأنفاء وإحنا تكلمنا في حلقة سابقة في قناة عن حشرة صناعات الأنفاء وقلنا نعمل إيه والنظام إيه وخلي بالك اللي عايز يستفيد صح من القناة لما بنزل حلقة ارجع للحلقة اللي أبتكلم عنها ليه الحلقة بتاع صناعات الأنفاء إحنا تكلمنا عن المصايد البلاستيكية وأنواحها وأشكالها ونظامها تقدم إيه هتتكلم على زي التحافظ وتتقي نفسك من انتشار مرض عن طريق بعض الأعمال الميكانيكية اللي أنت بتعملها في النبات عشان تقدر تستفاد وتفيد في بعض الناس يقول لك إيه لأ أنا بحب كل حكة سهلة وكل حكة تحت يدي ما توجعش نفخي بالكلام تقول له هاتلي اللينك بتاع الحلقة حطه تحت القناة وريحني يقول لك لأ طالب العلم بيسعى والحكة لما بيكيلك سهلة بتبقى رخيصة أما الحكة لما بيكيلك صعبة أنت بتحافظ عليها فلما تيكي تتعب نفسك شوية تبص على القناة وتطلع حلقة صناعات الأنفاء وأي حلقة أنت عايزة ما عليك اللي أنت بتكتب اسم الحلقة وجنبها مراد مرعب يطلع لك الحلقة فحلقة اليوم بس فيها نقطة صغيرة في نهاية الحلقة في بعض الأعداء الطبيعية الأعداء دي الفطريات والحاجات دي متوفرة في جميع مراكز البحسية بالدولة اللي أنت ممكن فيها ومنتشرة ورخصة التمن لكن يفضل عمل الموضوع ده في الأماكن المغلقة زي صوبة أو زي مشتل صغير أما في الجو المفتوح فلسه التجارب ما استمرتش كتير وبرطو محتاجة رعاية وعناية فرجاء اتفرجوا على الحلقة بإذن الله تفيدكوا وتبقى حلقة مفيدة للمجتمع كله متنسياش المشاركة واللايك والمتابعة للقناة تحياتي رجو جميعا ومع ألف سلام ترجمة نانسي قنقر